سلحة جوي قوة ونقاط الخصم خاصة دي الفارق بين فيكا اللي كان معهم أنا ذاك ردوان حجري اللاعب المغربي درسوهم في ركالات الجزاء وعطاوا تعليمات الحارس دي البي اس في اللي كانوا نفسه حارس المنتخب الولندي وجميع الكورات اللي كانوا حاطين لي مشال الجهة ديالهم وتصدى الواحدة وخلات بي اس في تربح دوري أرطال أوروبا في الف تسعمية وتمني وتمانين هذا يعني بأنه نقاط قوة ونقاط الضعف ديال الخصوم في العالم ديال الكورة وهذا على شبولات الوظيفة ديال محل الأداء ومحل البيانات ومحل الفيديو في جامع الأندية ديال العالم ببيب غواردي والله معه مساعد من اللي يبدأ معه فارق الثاني ديال بارسلونة باقي معه اليومين هذا في مانشير سير سيتي اللي هو كارلوس بلانشارت فبالنسبة الفارق ديال جنوب أفريقيا والمعطايات اللي كتأكد بأنه المنتخب ديال جنوب أفريقيا في جامع المباريات طريقة البناء ديالهم خاصة في الفرص الخطيرة اللي اللي صنعوا مباراة ناميبيا اللي ربحوا بربعة صفر شارك معهم الحارس ويليامز حارس اللي كيعرف يلعب بالقادمين دياله في المباراة ضد مالي حتيش كورة ما شارك فيها في العملية ديال البناء ويليامز كان عندهم ضعف وسبب مباشر على أنهم خسروا من الأسباب من طبيع الحال وفي المباراة اللي يتعادلوا مع تونس شارك معهم كذلك الحارس ويليامز حارس اللي عنده ضربات مباشرة في الضار ديال المدافعين أو تجاه المهاجم الحر ديال الفارق ديالجنوب أفريقيا اللي هذه منظومة كي يعتمد عليها هوغو بروس وكذلك كي يعتمد عليها المدرب ديال ماميلودي سانداوز بالنفس الفلسفة كي يلعبوا حتى في جنوب أفريقيا نمشيوا كورة مباشرة في الضقيقة 8 ضد ناميبيا من الحارس ويليامز لاعب طلع للكورة بالرأس دياله كنشوفوا بأنه ممكنين تعليمات لفونسونطر يطلع لنا الكورة بالرأس احنا نمشي وناخده الدوزيامبال الكورة الساقطة الكورة الثانية هنا كنشوفوا تموضع ديال اللاعبين والسرعة ديالهم في طالب الكورة وانتظار ديال الكورة اللي غدا تجي من اللاعب اللي اطلع للكورة الهوائية الكورة طاحت عند اللاعب اللي فضل لحظة هذي بالضبط عنده الخيارة ديال انه يلعب تمرارة في اللاعبين القادمين من الخلف خاصة انه هذي اللاعب دائم بتعليمات من المدرب كي يسحب المدافعين ديال المحور بش يحرر منطقة عمياء في الضهر دياله ولكن هنعطاتهم ضربة جزاء اللي بيها بدون المباراة اللي سهلت عليهم الايقاع ديال المباراة ضد ناميبيا ويربحوا بناتيجة ديال ربعة الصفر نمشي والكورة اخرى وهو التفريغ نفس النظام ديال اللاعب اللي لعبات بيه الكونغو الديمقراطية ضد المنتخب المغربي غادي يكون تكرار نفسه ضد المنتخب ديالنا طريقة والكورة عند اللاعب اللي عنده الكورة في وسط الملعب لاعب من دير التفريغ للظهر الايصر ديالنا ميبيا ساحبه من منطقة دياله ولا تمينطقة عمياء فى الظهر دياله اللاعب هنا عنده دور انه يكون قريب من لاعب ديال وسط الملعب هنا الجسم دياله والاتجاه ديالجسم دياله استشعر الخطأ وعرف بانه خص climش يسيد المنطقة اللي بقاتية منطقة عمياء فى الظهر دياله لكن تعطل الكورة مشات فى الظهر ديال المدافع الايصر لاعب مش يستقبل الكرة الانطلاق دي اللاعبين وبتعليمات كيف مقلنا أنه هذا اللاعب غدي فيكسي لنا ويتبط لنا اللاعبين دي المحور اللاعب الآخر غدي يقطع القائم الثاني ولاعب غدي يستقبل الكرة في حالة إلى كان الترويض وكذلك المسح وكذلك القرار دي المتمرير من اللاعب لمستقبل الكرة نشوفه دكش اللوقاح لاعب خدال الكرة درس كان وعرف بأنه اللاعب غدي يسحب لي اللاعبين دي المحور يحرر منطقة عمياء في المنطقة 17 في النقطة دي الجزاء بالضبط واللاعب غادي سقبل الكرة وغادي سجلها نفس الطريقة كتلعب بها كذلك مامي لو دي ساندا وزو نفس الطريقة داتها جنوب أفراقي كذلك في الهدف الثالث غير باش من ديروا اشتكرار ووصلات لنا الكرة في هذه الحالة عنده خيار دي التمرير النقطة دي الجزاء ولكن اللاعب اختار انه يسدد مباشرة المرمى وسجل الهدف اللي كان هو الثالث دي الفارق دي الجنوب أفراقية تأكد بانه المنتقر دي الجنوب أفراقية طريقة اللاعب ديالو هي هذي اللي يعتمدها في المباريات السابقة منك نقوله بان زياش قد يغيب وزياش لاعب مؤثر ولاعب محوري ولاعب قائد كما قال السعب طيف بوفان هو ايضا اللاعب لكي يعطيك الحلول لاعب مراوغ وكنتقده احيانا انه يكتر بعض الاحيان يعني المراوغات ولكن الى جود لعب من هذا الحجم كانوا غيبين اكيد بان بناء الفريق سيختلف او سيختل خاصة انهم اللاعبين ركائز الاساسية واللي واخدين اكبر عدد من الدقائق مع وليد رجراجي بمعنى انهم المدرب كي يعتمد عليهم واحتى العطاء ديالهم خاصة في الوج تألق ديالهم كي يكون مفيد لمنتخب المغربي بالعودة لسوفين بوفان الاخر مباراة واللي كان سبب في الهدف الاول في الكورة اللي لعبها فضاعر المدافع الايصر دي الزامبيا واستقبلها حاكمين للعب عرضي اللي جاء من الهدف دي الحاكم زياش فبوفان اللاعب اللي في الوقت اللي كي يكون عنده العطاء والتألق دياله طالع فكي يعطي اضافة للمنتخب خاصة في الخدمات الهجومية لاعب اللي كي تعب بشكل كبير المدافع اللي كي يكون في الجهة دياله صادقين كين تخوف وكين قلق من خلال اخبار اللي حاليا كتجين من كوذيوار بكل صدق مكرناش لانهم يكونوا لاعبين الاساسيين اللي مع والدك يعتامل اليوم بشكل عطاء ديالفرق متكامل تي الحاجوي كيف ما قال زمين المنصيف يعني هو غيابات ايضا محتملة في المنتخب الجنوب الافريقي اللي اوصل بالامس لسان بيدرو وجرح حسط الدريبية بالامس واليوم وغدا عنده حسط الدريبية في السابع مساء بتوقيت المغرب بنفس الملعب الذي يتدرب عليها المنتخب المغربي عرفنا طريقة لعب المنتخب الجنوب الافريقي الغيابات اللي تتكلم عليها منصيف والمتعلقة باللعب كوليسو اللعب من فالا هل تعطي ربما نقط إيجابيا للمغرب كيف ما احنا عدنا نتخوف من الغياب ذي الزياش وكذلك بوفال حتى هو ما من اللعب الأساسيين والمؤثرين اللي كيعتمد عليهم المدرب هوغو بروس فمن طيب الحال غاد يخلط ليش شوية القوراق ذياله ويبعصرها كذلك كي يجتهد شكوناه اللعب اللي يتماشى لهم على المنظومة اللي حاطة هوغو بروس ممكن أنهم يتجبرهم على أنه يبدلوا حتى نظام اللاعب خاصة أنه في الدور الأول من أصل ثلاثة المباريات لعبوا بجوجة أنظمة دي اللاعب ربعة ربعة جوج وكذلك ربعة جوج ثلاثة واحد والمنتخب المغربي كان عارفوا بأنه عندنا نظام واحد كان لعبوا به أي لعب تحط في مكان اللاعب الغائب فالمنظومة عندنا مقدش تبدل لا دفاعيا ولا هجوميا فقط العطاء دي اللاعب اللغة دي اختلف ما بين اللاعب آخر كان تمنعوا العطاء دي اللاعبين دينا ميكونش في اختلاف على عكس اللاعبين دي المنتخب دي الجنوب إفريقيا يكون اختلاف ما بين اللاعبين الأساسي اللي كان أخبر بأنهم كانوا جوج لاعبين يغيبو واللاعبين المعوذين اللي يمكن تمنع لأنهم ميكونواش بالنسبة لعطاء والفعالية دي اللاعب الأساسي ردوان جيد ألغى هدف متخب نيجيريا هدف اللاعب سيمي أغاي في الدقيقة التسعة بالنسبة لردوان جيد فهو تعيل أصعب مبارك كينا في دور التومون ما بين المنتخبات الكبيرة الكاميرون وكذلك نيجيريا وهذا اللقطة اللي أتارت بزاف دي الجدل كي لبعض يقول لك بأنه ما فيهش تسلل ولكن القانون دي الإفاب المشرع الأول دي القواني اللي كتشتغل بهم الفيفا وهو أنه في هذه الحالة كين تسلل بحكم أنه في الوقت اللي خرجات الكورة ولو عندنا مدافع في الخط دي المرمى وقبل منه جوج دي المهاجمين دي المنتخب دي النيجيريا واحد منهم اللي استغل تموضع دياله وسجل الهدف ولكن القانون في هذه الحالة بالضبط فاش كيكون عندنا الحارس متقدم في هذه الحالة الحارس دي الكاميرون متقدم على المهاجم اللي استفد من الوضعية دياله وسجل الهدف الحارس كيولي هو تاني آخر مدافع في هذه الحالة فاش كيكون من مورها مدافع واحد الحارس اللي كيولي كيحكم على الخط ديال التسلل فهذه الحالة فهو قرار صحيح ديال الرضوان جيد بكون أنه الحارس متقدم واللعب اللي استفد من الوضعية دياله وسجل كان في الخط الأحمر خلف الحارس ديال الكاميرون وضعية سليمة وهدف وغير شرعي وتسلل ترجمة نانسي قنقر